وعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أيضا اجتماع مع ممثل تحالف عالمي تقوده شركة جون كوكورايل البلجيكية المتخصصة في تصنيع مكونات المحلات الكهربائية التي تستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر واشر مدبولي أشاد بالتعاون القائم بين الشركة البلجيكية وشركة سكاتيك النيروجية التي أسهم عملها في مصر في جذب شركات عالمية لتوطين مكونات مشروعات الطاقة المتجددة في مصر مؤكدت أن مصر قطعت شوطا مهما في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء